مبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة بنتكلم على ما يقرب من 14 مبادرة رئاسية خلال هذه المبادرات بتاخد رحلة المريض من بداية حياته لحد فوق سن 65 سنة حققنا فيها نجاحات زي النجاح اللي احنا شفناه من فترة ليست ببعيدة وهو حصول مصر على الاشهاد من منظمة الصحة العالمية ليخلوها من فيروس سي وايضا على شهادة الاشهاد النهاردة من الملاريا وكثير من المبادرات الرئاسية للصحة العامة الخاصة بالأورام السرطانية وبالسرطان الثادي وهي هامة جدا في النتائج الخاصة برعاية الصحية للمواطن المصر واستفاد بيها حوالي 94 مليون مواطن في 170 مليون خدمة ايضا هناك اشادة دولية بما تم من قطاع الصحة كما اشاد رئيس ورزومة الصحة العالمية امام حضراتكم منذ قليل هناك اشادات كثيرة الطريق طويل انا لا ادعي ان هناك حل لكل المشاكل ولكن نحن في الطريق منذ عشر سنوات والدولة تسعى جاهدة ان تحسن من اداء الخدمة الصحية ولسبيل التنمية البشرية 1219 مشروع بحوالي 177 بليار جنيه في كل محافظات مصر ودولة الرئيس يمكن في خلال زياراته يعني في كل المحافظات في اقاليم المختلفة بجزء من اهتمامه ان يكون في وسبات وفي زيارات للقطاع الصحي حتى يتمئن على جهزية القطاع الصحي في كافة المحافظات على قدر سواء لم نكتفي بهذا وايضا من تكليف من سنة الرئيس بالاهتمام بما يطلق عليه المدن الجديدة مدن الضخمة في الرعاية الصحية سواء في العصبة الادرية الجديدة او في معهد ناصر او معهد النيل الطبي المدينة الطبية الجديدة او في مدينة العالمين الجديدة ان شاء الله المشروع القومي للصحة النفسية